وش أكثر الدول الأوروبية أو المناطق الأوروبية تأثرا بالحضارة الإسلامية هل كانت الدولة والأقاليم المتاخمة للأندلس مثلا أو كانت مثلا أوروبا الشرقية يعني أكثر المناطق التي تأثرت بالمدنية الإسلامية طبعا فرنسا بحكم قربة من الأندلس إيطاليا بحكم قربة من السقلية القسطنطينية و إيطاليا أيضا بلاد روما القديمة بحكم صالة بالمشرق جنوى تجار الجنويين و البنادق بحكم علاقاتهم التجارية بالإسكندرية و بلاد الشام فكانت هذه مناطق أوروبا الجنوبية طبعا من قديم هي موطن المسيحية و كان إلى عصور متأخرة شمال مناطق شمال نهر الدانوب كانت الحد الطبيعي للمملكة الأوروبية المسيحية النصرانية شمالها كانت بلاد الدول السكندرانية الدول الوثنية و كان لهم اتصال في المشرق أكثر من اتصالهم بالدول الأوروبية الشمالية ما عندهم معابر بحرية ما عندهم توابل ما عندهم تجارة فكان دائما قدوم الأوروبيين نحو المشرق بعلومهم باحتلالاتهم بحضارتهم بتبادلهم التجاري حاجتهم للمشرق البحارة الدافئة للمناطق المحاصيل الزراعية يعني الدولة الرومانية كانت الشام و مصر و تونس هي السلة الغذائية لأوروبا كلها و كانت موطن الحجر و الرخام كانت موطن العلوم و المعارف كانت موطن عبور التوابل الشرقية و التحف الشرقية و غيرها و المحاصيل الشرقية لم تكن موجودة في هذه البلاد فهذه البلاد من أهم المعابر لها فهذه التأثيرات غير أنه كثير من التأثيرات وجدت اليوم في النظم الأوروبية يعني فيه كثير من النظم الأوروبية القانونية هي مستمدة من الفقه المالكي كلمات عربية كثيرة مستخدمة في اللغة الفرنسية و اللغة الإسبانية و الإيطالية مأخوذة من اللغة العربية على الإسبانية فيها كلمات كثيرة زيت و سكر و قصبة و زيتون يعني كلمات كثيرة لا زال يتداولونها الأسبان حتى أولى أولى و البرتغالية أيضا أولى أهلا حتى التحية الرسمية الأيطاليين يسمون البركة الماء الجابيو مأخوذة من الجابية يأخذون الفلامينكو الرقصة بعض المواحدين للأسبان يقول أنها هذه أغنية الفلاح المنكوب الفلامينكو نعم المورسكيين كانوا ما عندهم شيء فكانوا فلاحين كذا فكانوا يرقصون و يعبرون فكانوا للأسبان يقولون هذه رقصة و أغنية الفلاح المنكوب المورسكي و ما صارت أدبا و لونا الآن ليس فقط فيه مع أن كثير من الباحثين لما يتابعون تسلسل التصنيف و التطور العلمي يشهدون أن كتاب بن سينة في القانون أربعمائة سنة هو العمدة في الطب في ربا كتبه بالقاسم الزهراوي ترجمت و وجد له ترجمات باللاتينية أبعد من ذلك كتب اليوناني فلاطون و عرسطون ما لها أصول لاتينية أخذت من أصول عربية فلاسفة الأندلس و غيره و المشرق أخذوا هذه الكتب و عربوها و فسروها فقدت أصولها اللاتينية فأخذوها الأوروبيين فيما بعد من الأصول العربية فأيضا حافظ الرحالة العرب و المؤلفين العرب و غيرهم فلاندس حافظوا حتى العلوم السابقة يعني كليلة و دمنا الأدب الفارسي الأدب الهندي تاريخ البلغار و روسيا رحلة من فضلان ترى مؤلفات و مصنفات الرحالة و الجغرافيين العرب سواء فلاندس و غيره يعدها القوم مصادر من مصادر تاريخ بلادهم و أيضا مصادر تاريخ الحضارة الموجودة في بلاد أوروبا و المنصفين منهم لا يسعهم إلا أن يقولوا هذا أما المغرضين و الحاقدين فهم يريدون أن يستروا هذه الحضارة و لكن أن تستر الشمس بغير بال بالضبط لا شك أن الحضارة أندلوسية هي شعاع و منبع للحضارة بشكل عام في أوروبا أيضا و في العالم بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر